أهلا بحضراتكم من جديد يعني أنا صراحة مستمتع بالحوار مع الكابتن سيد بازوكا وكان قبل الفاصل بقى عايزين ناخد منه شهادة للتاريخ ودور الناد الأهلي علشان الناس اللي دايما بتلعب على العلاقة بين الأهلي والإسماعيلي أو الأهلي ونجوم الإسماعيلي كابتن سيد بازوكا كان المدير الفني لمنتخب الظل هنسمع منه بقى موقف الناد الأهلي معاه مع منتخب المحلين واتهق أو منتخب الظل ومع الكابتن سيد بازوكا وإزاي الناد الأهلي ساعد منتخب المحلية لا هو مهما نقول يعني شهدت أنا وتبقى مجروحة لناد الأهلي بأمانة أنا لما جيت ألعب تركيا وتونس وسوريا وفلسطيق كنت منتخبات يعني ما تشاد دولية فأروحت أجيب ملعب نقولين عرب أنا مستشار كنت مستشار لمجلس إدارة الناد المقولين عرب وأنا من المؤسسين المقولين العرب حتى أنا رقم عضوية 11 في نادي المقولين العرب فلما روحت أخذ الملعب قالولي يا كاب سيد أننا بنأجر الملعب بـ 50 ألف جنيه عشان خطرك في المباراة 5 ألف جنيه عشان خطرك هندولك بـ 25 ألف عشان أنت بتتفاحش فأنا جيت قابلت النادي الأهلي قابلت المسؤولين طبعا ربنا يكرمهم كابتن حس حمدو كابتن الخطيب قالولي يا عاوز إيه قلتنا لعبت تركيا في نادي الجزيرة بدون مقابل ولعب ثلاث ماتشات في مدية نص بدون مقابل بالو عكس ضيافة وحكام وجيت أنا اتفاق لما اتفاقت على ماتش تركيا جيت لقيت البرنامج بتاع الكاميرات وموكروفونات اللي هو مؤتمر صحفي بعد الماتش لقيت حاجة حاجة جميلة وحاجة أنا قلت كلام ده قبل كده وقلت حاجات قبل كده الناس اللي بقولوا النادي الأهلي رفض إنه استضفنا في الإعدوان لا أهم ما حصلتش وقت التهجير نادي أهلي لم ولم يرفض بالعكس نادي أهلي أنا لعبت معهم سانا هنا بالعكس كإني حتى في نادي الإسماعيلي العلاقة بيننا كويسة ولسه على بقريشة أول مبارح أو أول أول مبارح الرجل قال كلمة فحاد نادي الأهلي قال لك الكابت الخطيب قال لنخد اللي انت عاوزه وبدون مقابل يعني طب انت عاوز أكتر من كده ما هو للأسف يعني الناس بتصدر دايما للأجيال اللي جاية والأجيال السابقة إن دايما فيه مسافة كبيرة أو فيه جاب بين الأهلي وبين الإسماعيلي أو بين الأهلي وجمهر الإسماعيلي أو بين الأهلي ومسؤول الإسماعيلي يعني دي شهادة للتاريخ من نجم كبير كابتن سيد بازو كان يقول الكلام ده فحق النادي الأهلي وقت التهجير وقت مكان هو متولي منتخب المحلين ومسندة النادي الأهلي ودعم النادي الأهلي وهو مدير فان المحلين يعني استقبلوهم كأنهم في بيتهم بالضبط ودي شهادة للتاريخ يعني بنعتز بها من نجم كبير زي الكابتن سيد بازو